بسم الله والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عايزين نتكلموا مع بعض كده هوت على حكم الاستعاذة حكم الاستعاذة احنا قلنا طبعا قبل ما نقرأ القرآن لابد من ان احنا نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الاستعاذة يا جماعة ببدأ بيها قراءة القرآن الاستعاذة يا جماعة انا بحصن بيها نفسي من الشيطان الرجيم الاستعاذة يا جماعة انا بسلم بيها من شر والعياذ بالله اللعين هذا وبلتج إلى الله عز وجل فبدأ ربنا سبحانه وتعالى ما بقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انا بدأ ربنا سبحانه وتعالى يعني طيب الاستعاذة يا جماعة لها احوال لها ايه احوال ايه احوال الاستعاذة ايه احوال الاستعاذة بصوا بقى معايا يا جماعة الاستعاذة لها هم حالين حال جهر وحال إسرار يعني إيه جهر ويعني إيه إسرار نكتب جهر وإيه وإسرار إسرار يا جماعة من السر جهر من الصوت العالي جهوري واحد جهوري بيقول بصوت عالي إما يقرأ مثلا استعاذ بالله بجهر يقول إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا إما يقرأ في سر يعني يقول إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى ده اسمه إيه سر إنه هو بيقول في السر شفتي السر لما حد يقول لك تعالي أقول لك سر فما بيقول لك سر يعني لو في حد قاعد تاني جنبكه مش حيسمع طيب أحوال الجهر إمتى 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 مستحب لي إن أنا أعلي صوتي وأجهر بالاستعاذة وإمتى مستحب لي إن أنا أقرأ في السر وإمتى أسر بالاستعاذة ده برضو الله نعرفه دلوقتي بوسي معي إمتى نجهر بالاستعاذة إمتى نقول بصوت عالي كده وبمنتهى كده فم مليان كده نقول إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونعلي صوتنا كده بيها أول حاجة في مجال التعليم يعني إيه في مجال التعليم يعني أنا الطالب وده المعلم أو أنا المعلم وقدامي الطالب فأنا هقرأ دلوقتي للأولاد مثلا عشان يقرأوا ورايا فأنا لابد إن أنا أعلي صوت يقول لهم إيه أعود وما مش معقول أنا حقرأ الولادة ولي بسم الله وعلي صوت لا 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 لابد إن أنا أعلي صوت من أول الاستعاذة أو أنا مثلا الطالب أنا دلوقتي طالب وقدام المعلم بتاعي ولابد إن أنا حقرأ فأنا ممكن يا جماعة خلي بالكم ممكن أقرأ يعني ممكن أقرأ من أول بسم الله الرحمن الرحيم والمعلم ما ياخدش باله المعلم الماهر اللي يخلي الطالب من أول الاستعاذة يعلي صوته يبقى مجلس التعليم إن أنا قاعد بين أيدي المعلم عشان أتعلم فده مجلس التعليم اسمه مجلس إيه؟ اسمه مجلس تعليم طيب مجلس التعليم ده ينفع أدخل أقول بسم الله الرحمن الرحيم على طول ولا لابد إن أنا أستعب بالله من الشيطان الرجيم ليه أصل أنا ممكن أخطأ في الاستعاذة ممكن أقول أعوذوا أعوذوا بالزاي هي بالزاي وهي بالزاد صح كده هوت آه صح بيحصل كده آه بيحصل كده والله تقول إيه أعوذوا بصي أعوذوا بالزلد اللي هي زي الراه كده هو وهي أعوذوا أعوذوا من العوز أنا عايز حاجة لكن أعوذوا من التعوذ فهمتي يبقى لابد أن أنا عشان حقرة أجهر بالاستعاذة بجهر بيها في مجلس التعليم عشان المعلم يصحح لي طيب أعوذوا بالله من الشيطاني من الشي بصي الشي المرققة معظم خطأ العوام يقولوا أعوذوا بالله من الشي من الشي بصي من الشي منا كمان يقولوها إيه منا منا يفخموا النون دي يفخموا النون دي لا النون دي مرققة اسمها منا منا قولي ورايا منا الشي منا الشي شي عارفة كباية الشي كده هو آه هي كباية الشي دي آه أنا على وزنها خلي بالك مش معنى أن أنا بتعوذ بالله من الشي لأ أنا بجيب لك حاجة أو حرف أنت نفس المقطع اللي بتقولي الشي اعمللنا الشي نشرب الشي انت نفس المقطع وبتقولي إيه منا 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 نا نا منا الشي من الشيطان منا الشيطان لأ منا الشي من الشيطان الواجي يبقى بنجر بالاستعاذة طيب اعرفت ليه انت بتعلي صوتك في الاستعاذة علشان المعلم يصحح لك اعوذو والشاي ديت الشاي اعوذو تبقى اعوذو بطلع ساني في الدال ومنا الشاي تبقى منا الشاي منا شفتك ليه بكوباية ايه كوباية الشاي هي منا الشيطاني هشقولي من الشيطان تان في ناس بيدلعوا الشيطان قوي بيدلعوا خالص يقولوا من الشيطان تان من الشيطان لا مش من الشيطان من الشيطان الرجيم ولابد ان تكون مكسورة الرجيم مش الرجيم اعوذو بالله من الشيطان الرجيم لا الرجيم مفيش آلف بسي بين الرا والجيم مفيش آلف يبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قولوها يلا كلكم كل واحدة كده هو تقولها يلا أعوذ بالله مناش احنا بقى مجلس تعليمه هوا بنتعلمه فيلا قولي بقى بصوت عالي يلا يبقى أنا بجهر بجهر يعني بقى عالي صوتي بقول بجهر بصوت جهوري بالاستعاذة بايه بالاستعاذة في مجالس التعليم وفي المحافل أما بقى فيه حفلة ليلة الإسراء والمعراج ولا ليلة النص من شعبان ولا مثلا زي ما بيحتفلوا بالمولد النبا واحتفالات من دي يعني أو حفلة عمتا أنا عندي مثلا حفلة حد ختم الكرآن أو أنا ختمت أو حفلة حقرة في فرح أو في فرح بيقرأوا فيها دلوقتي كرآن ممكن فيه دلوقتي حب الترندات كده بتيجي إيه العروسة بقى بتكرأ فيها يبقى طب دي حفلة أستعاذ بالله ولا ما استعز لا أستعاذ بالله مدم حفلة يبقى أقرأ بصوت إيه بصوت عالي طيب وإذا كان القارئ يقرأ جهرا إذا كان القارئ أنا هتعبد دلوقتي وحقرأ إيه حقرأ مثلا حبدأ أقرأ مثلا سورة البقرة حقرأ سورة من الكرآن فأنا بقرأ بصوت عالي أنا طبيعتي إن أنا بقرأ بصوت عالي فإذا كان القارئ هيقرأ بصوت عالي جهرا حتكون الاستعاذة إيه حتكون الاستعاذة جهرا يعني أعلي صوتي فيها طيب مع بعض أخطاء الاستعاذة إيه يبقى أول حاجة الثال بتاعة أعوذو تاني حاجة الشين بتاعة الشيطان والطاء بتاعة الشيطان بيقولوها تا أعوذوا بالله من الشيطان من الشي كمان بفخم الشين ويرققوا التا الطاء من الشيطان والنون لابد إن أنا إيه أكثرها أعوذوا بالله من الشيطان نير نير رجيم عرفتو إنت هنجهر بالاستعاذة تاني نجهر بالاستعاذة يعني نعلي صوتنا به هنقروها بصوت عالي فين ثلاث حاجات مجلس تعليم في حفلة إذا كان القارئ حيقرأ إيه حيقرأ جهرا أعاذنا الله عز وجل وإياكم من الشيطان الرجيم وقانا ووقاكم شر الإنس والجاني رب العالمين المرة الجاية إن شاء الله والدرس الجاية إن شاء الله نتكلم في الإسرار بالاستعاذة وقزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة